كم اكلة بيدخل فيها اللحمة المعصاجة او العصاج او اللحمة بالبصل طبعا اكلت كتيرة منها الرؤياء ومنها التواجن ومنها المكرونة بالبشاميل وطبعا البطاطس المحشية وحاجات كتير هنشوف مع بعض النهاردة طريقة العصاج بمكونات بسيطة جدا وبطريقة سهلة وما فياش اي اضافات زيادة اول حاجة معنا هنا نصف كيلو من المفروم او حسب الكمية اللي انت عايزين ومعنا بصلة مبشورة بس الاسف ما تصورتش ومعنا التوابل جنزبيل وبابريكا وسوماء وكسبرة نشفة وحبة صغيرة من القرف طبعا اول حاجة بنعملها بنتبل البصلة بفلفل اسمر وبنولى عليها النار كده والنار بتكون عالية وما بحطش اي مادة دهنية لا بحط زيت ولا سامنة ولا حاجة انا بكتفي بالدهون اللي موجودة في المفروم هو يفضل طبعا المفروم يكون فيه نسبة دهون لو انت مش عايزة تدي في اي مادة دهنية مجرد ان البصلة بتتبل بنبدأ نحط المفروم عليها طبعا كل ده بيبقى على نار عالية وبنقلبها بسرعة علشان ما تنزلش ميتة انا جنبت هنا البصلة على جنب وخليت المفروم ينزل على الحلة يعني على قعر الحلة على طول عشان ياخد السخونية بتاعتها ده طبعا بيدينا حكتين ان المفروم بينزل على درجة حرارة عالية فمش بتنزل ميتها وبياخد صدمة وفي نفس الوقت بنكرمل البصل سنة فبيدينا ميكس كده ما بين البصل انه بيبقى متحمر شوية وبصل بيبقى فرش بيدي تعم حلو جدا بنبدأ نقلبهم طبعا كل ده على نار عالية بنقلبهم كده على طول علشان ما نسيبش فرصة للمفروم انه ينزل ميته بعد كده بنبدأ نحط التوابل بتاعتنا طبعا السماء مع البصل بيدي تعم حلو جدا وبنحط كام عود قرونفل كده بس بنبقى عدنهم على اساس بعد كده لما بتستوي بنطلعهم عشان محدش يحس به فبيبقى تعمه صعب شوية مجرد انه بنقلبهم كواس جدا بنبدأ بقى نضيف التوابل اللي قلنا عليها والتوابل تبقى كميتها بسيطة جدا يعني مش عايزين نبالك فيها لان احنا عايزين نحس بتعم اللحمة طبعا دي الطريقة الكلاسيكية فيه ناس بتضيف سلسة وبتضيف خضروات او فلفل او حاجة زي كده انا بفضل في الحاجات اللي هي التواجن او الكلام ده يباني المفروم بيور الطريقة الكلاسيكية بحس نحس بتعم اللحمة بيبقى طعمها احلى بنبدأ في الاخر خالص بعد ما كل حاجة استوت بنبدأ نضيف الملح لان الملح زي ما بنقول كده يعني مش عايزين نضيفه في الاول عشان ما يزيلش ملح زي ما قلنا هو بنشوف القرنفل اللي احنا حطينه بنبدأ نشيله قبل ما بنحط المفروم او العصاب بتاعنا في الحاجة اللي احنا بنستخدمه فيه نتأكد اني شلنا كل القرنفل منه علشان ما يديناش طعم لازع بنبدأ بقى مثلا نحطه في الرؤاء او في المكرونة البشامال وطبعا انا عاملالكو على القناة عندي الرؤاء بطريقة سهلة وبسيطة للمبتدئين برضو علشان لو بيطلع منهم من الجناب تركاية بسيطة كده هتخلي ما يطلعش منه يعني ويبقى طعم حلو او ياريت تجربوا الوصفة واشوفكم في فيديو جديد اشتركوا في القناة